السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد ومرحبا بكم ايضا عن القناة اليوم ان شاء الله نحطر لكم معلقة لجميع الاخوات ما تصدقش لهم ما تتشققش كتتخرجوها من فران وكتدوز واحد لمودة كتولي قصحة بحال الحجرة يعني هاد الوسير ديال طيابة ديال وخيكو الفرات ديال بكي طيبش مزيان فلهذا غد شارك معكم كل اسرار ديال هاد الغريبة ديبقوا معي من الاول حتى الاخر وبدون يعني اي مكونات من غير هادو نحتاج هنا ستا ديال البيضات اللي يكون من الحجم الكبير عندي هنا ثلاثة ديال خمارات من فئة 8 جرام كل يعني ثلاثي كي عادنا 8 جرام وكل سكيلو يعني ديال كوكا وكنوضعو فيه خمارة وعندي هنا جوش اكيس من الفانيلا ممكن تعويضها بالفانيلا السائلة او الفانيلا بودرة يعني بودرة ثلاثة دليل معها الخبار من الكاكاو المر من الاحسن انكم تاخدو الكل وعندي هنا ايه نديرو الكون فيتور يعني الجاري ديال الحلويات وعندي هنا ايه كيلونس ديال كاكاو الكاكاو بطبيعة الحالي كيكون بلدي كالي غيقول يرى عندي بلاق شور ديالو اللي بلاق شور عفوا راح تهدك كي يصدق معوه لكن ما غديش يصدق بحالها كالي انو ما فيش زيت بززاف ما كيطلق اجدك توليك ديالو فلهذا انكم بهالطريقة هدي اه يعني كان فضل انا الكاكاو واللي بلدي طبي من بعد هنا ايه غاد نجيب انا الطحانة وغاد نوضع فيها هذا هذا ويعني ما كلينوش بزاف يعني ان تكيط لقنا ذاك الزيت ولا هذا يعني فقط انه اه كان هرمشو مزيعان وما كيكلينش بطبيعة الحال ويمكن نحسو ان باقي فيه داك الحبيبات غلاط بطريقة هدي سوف نبقى استمرها شكرا بنفس طريقة حتى ينسيلي اه الكيميا ديال كي لوس ديال كاكاو الممكن فتقريبا غات خرج لينا ثلاتة كيلو يعني كل نس كيلو ديال كاكاوnia خرجنا كيلو اه سوف من بعد هنا غاد نجيب وحاط القصرية هذي بالطريقة هذي كما لاحظتوا عفوا هنا تحت ليه الكاميرا سوف من بعد هنا غاد نجيب اه تلاتة دلمعالق من الكاكاو نضع ثلاثة الكيسان من السكر السنيدة ثلاثة الكيسان السكر السنيدة ما يعادي ان كل كاس يعادي للمياه وخمسين جرام نأكد الكاس للعنبة يعادي للمياه وخمسين جرام من السكر اخوات اللي ما عندهم مش كاسة للعنبة يعني كتعبروه بالميزان الى كان عندكم او كاس الشاي هدي نخلط نواشي في كل بات طريقة هادي وقبل ما هدي ندفل بيت يعني حتى كن كنشوف ان يعني حصلت على واحد الخليط اللي كيكون يعني خلطناه ورمناه بالكاكاو ودك سكر سنيدة يعني جميع النواشي في اللي درنا كلهم يعني خصهم يتجانسوا مع بعضهم هنا غدي ندفل طبيعة الحال رشاد ملح دائما في جميع الحلويات سوى الملح او الحلو او الحلويات كان وضعوه داك رشاد الملح يعني باش كتجينا او زوينا و كيف ما كان لعادة كان لتصحيح الدوق كندير بحال اللي غنفتل سميدة وانا باش ندخل كاكاوكله الاجهكم بطبيعة الحال الخالط كتير نقسموه انا عادي نقسموه على النصف كنوضع هنا ايه اربع معالق من الكوفي تير الجاري نوضع اربع ايه المعالق بطريقة هادي و غادي نحاول ان ندخل فيها و غاك نضيف هنا نسيت اضيفه الفاني وضيفه الخمارات مع النواشي فالبنات باش بحاليه ننسيت عاد اضفت الكوفي تير كي ما قلت لكم البنات كون سكيلو ديال كوكوك تضيفه في الخمارة اهنا غادي نديرو ثلاثة ديال الخمارات من فئات 8 جرام 8 8 8 8 ففي من بعد اهنا ايه كم بدل نعلك بهالطريقة هادي وهنا ايه و انا كنخدم بيدي و غادي نضيف البيض بطبيعة الحال اهنا بطبيعة الحال جاني الخالط يعني اه غلبني شوية في بيديا والقصرية ما ساعدتني شعني ما كبيراش بزاف نضيفه غادي نقسم الخالط على زوج هكا باش جيني العملية سهلة و نقدر انه نفاش نكون كندخل البيض نتحكم فيهم زيان من الاحسن للبنات موهم الي كنس عندكم كيميا كثيرة ما كانش ان شاء الله غادي نخلي لكم المقادير ديال نص كيلو ديال كوكو باش يتجربوها صافي من بعد هنا كيما قد لكم كيما قسمت الخالط بهالطريقة هادي و غادي ندخل البيض هنا ترجو جيال البيضات في الاول و بدي تكندخل يعني ما ديروش دفعة واحدة لانه غادي جرى لكم على حسب النوعية ديال البيض كيلي كيكون كبير كيلي كيكون صغير انتو ما حتكن معكو هاكا مزيان بيدينا تكن تأكدو بالليدك البعيد انه تخلينا و كتلصق لنا في يدين هذا كوال السر القوام ديال الي كتكون شوية جارية ما كنخليوهاش يعني كتكون ناشفة شوية يعني ما تتقش معكم بحاله يلي كتقصها ما الافضل انها كتكون خفيفة شوية وهنا ايا كيما لاحطوا ربيدو زبدة ولا زيت ولا كوك ولا دقيق ولا ولو يعني سهلة جدا و كتجينا مع الكوالديدة هادي خدمت الكوموند و بالنسبة الثامن ديالها كيتراوح ما بين ثمانين درهم ثمانين درهم لي باش كن صيفوه الكيلو بطبيعة الحال كيما اقول لكم كون كونس كيلو ديال الكوكوكي عادنا كيلو احبار صافي من بعد هنا جبت القصرية الخروعة و عاوة اني درت لها نفس الطريقة و حتى ادخلت في هاتك لبيض كامل مهم هنا المجموعين يدل بنات دخلات اليستاء ديال بيضات فهات الخلطة هادي ممكن تخليكم حتى ثمانية لبيضات إلا كان عندكم داك الكوكو اللي كيكون ناشف شوية غد دخل معكم البيض وإلا كان بحالكك يكون ميدم شوية يعني ما كانحتاجوش صافي هانتوما كيما لحتو دفت لبيضة الأخيرة و هادي يبدن معكم مزيان و خاك تشوفو هاكا يعني رد غد تطلق لي الزيت تيالها بطبيعة الحال و غايتخلي يادك لبيض كامل كان معكم مزيان بحالك نعجن شي حاجة هانتوما باش غادي نضيفها على اه الاخرى باش غادي سهلة و نخدم بجوج يعني باش غادي العملية سهلة صافي من بعد هلات الأدنى كيما لحتو كتجينا الخليط على هات الشكل هادا و هلايا ما غاديش تعرفوا القوام دياله كيفاش كيكون حتى كدفوا تغسلوا يديكم من هاد من هاد يعني كدكون يديكم اه في هالخاليط يعني ما غاديش تأكدوا باللي راها راها سليتوا معه انتوما تلاحظوا معايا لاني اه ضروري انكم تغسلوا لبنة يديكم و باش تقيسوا اه القوام دياله اللي غاديكم بهالطريقة هادا هانتوما كيما لحتو قوام دياله هانتوما كيما لحتو قوام دياله هانتوما صافي راكي مهم في ساكي تشكل معاكم في يديكم و كيما يمتوره هو خفيف هاكا صافي من بعد هلايا ما غاديش نخلي اه لا يتجمع لأولو لانه صافي يدخلنا في ذاك الكيمياء ديالبيد و القوام دياله هاكي كيما كينا في حالة ما الاخوات اللي جرت لكم العجين يعني درتوا فيها البيض بالزعف و جرت لكم شنو غاديديرو غا تخليوا في التلاجة لمدة نص ساعة راهوات تغي يتجمع لكم يعني يبدي يشرب يشرب لنا بهالطريقة هادي صافي و غا تخدموا بها عادي يعني ما معلكم شمنش تخافو كيما قلت لكم غير البيض ان نحاولو انكم تديروه دفعة واحد بالنسبة للقرامات هنا ايه كل واحد و شنو كيبدا للقرام دياله من 15 حتى العشرين عشرين كتجينة كبيرة شوية 15 كتجينة ما بينو بين 18 كتجينة هي هاديك فاقط اه بالنسبة للخياس كتديرو اي قياس بغيتو من بعد كنجيب سكر غلاسي سبيسيال بهالطريقة هادي و كنفن في الكويرات ديالنا و كنبحل كنمرمدوهم سبيسيال يعني كنشري انا جاهز ايلا ما كانش عندكم كديرو نص كيلو ديال السكر العادي مع كاس العنباء ديالنشا كنطحنوهم زين مع قبيصة الخمارة صافي من بعد كتخلطوهم و كديرو يعني تهو كيجينة زوين هانتم كيما رحتو طريقة ديال طياب ديالها كيكون فران يعني كيكون سخون و العافية كتكون مهيلة بزاف بحال شكل طياب ديال غريبة اللي كنطيبت معاكم صافي كنسدو على تقريبا 1-5 دقائق كنطلع لها كنلقى وتشقات بهالطريقة هالي صافي يعني فا ما نخلي واش تتلع بزاف و كنطلعوها الفوق ما كنفوتوش فيها يعني التحت كنديرو 5 دقائق و الفوق 5 دقائق هي 10 دقائق فقط ما كنفوتوهاش و كتبقى و بحالة يعني ما طيباش ورا هي طيبة و كنخرجوها تبرد ركت ماسك مع روحها و كتبقى هاكا يعني لمدة اطول كتبقى النمع للك وزوينة بزاف وهذا هو الفيديو دياليومة كنتمنى الفيديو نالعجابكم بصحة و راحاول عجبكم الفيديو مطبخلوش شعرية دائما باللايك و الشرك في القناة باش تواصلوا بجديد الفيديو هات ان شاء الله الجاية و لا عندكم شي استفسار ولا اي تساؤل الف مرحبة بكم البنات و انا على الرحل اشارة وقولوا لي اللي حتاجيتوا و كما قلت لكم البنات البنات اللي تواصلوا معايا بغاوت الكومون ديلهم او طالبيت ديلهم جلا نخلي لكم النمع ديالي في صندوق الوصف و تتصلوا بيا وما يكون غير خير و شكرا لنا لبنات على المتابعة